اشتركوا في القناة انا شرفت وساعدت الحياة بالزيارة في مدينتي العاشر ومدينة العبور الجديدة وخليني يمكن اتكلم بداية احنا العاشر حيطة يعني تفقدنا تلات مصانع كبار التلات مصانع دول الشيء اللي يدعو للسعادة والفخر ان هم طبعا مش فقط ان هم بينتجوا للسوق المحلي وده هدف مهم جدا ولكن ايضا جزء كبير جدا من انتاجهم بيبقى الغرض للتصدير وده في دوقت التوجه الكبير جدا للحكومة حريصة عليه ولسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اكدوا ان الدولة المصرية في الفترة دي شغلها الشاغل واولويتها الاولى بتاعات الانتاجية زي الصناعة والزراعة وعشان كده يمكن الحقيقة وجودنا في التلات مصانع كانت يعني رسالة مهمة نشوف حجم اعمالهم نشوف حتى خطاتهم التوسعية لخلال الفترة الجاية على الرغم من الازمات الكبيرة جدا اللي بيمر بيها العالم ومصر جزء من هذا العالم انما الحقيقة احنا اتحركنا على مدار الفترة السابقة في عدد من الخطوات لدعم هذا القطاع وفرصة ان انا اكون موجود مع حضراتكم النهاردة عشان نتكلم عليهم طبعا يمكن منذ ايام قليلة يمكن في اجتماع مع السيد وزير المالية اقرينا مرحلة سادسة من رد اعباء الصادرات او الارقام المتأخرة للاعباء الصادرات ودي هتبقى بقيمة عشرة مليار جنيه هنتحها في خلال الفترة الجاية على طول علشان تغطي قيم الدعم الصادرات للشحنات اللي قام بيها المصنعين والمصدرين لغاية 31 ديسمبر من العام الماضي 22 دي تعتبر كده المرحلة السادسة من رد الاعباء المتأخرة ولكن برضو الحكومة الحقيقة عملت برنامج مهم جدا كبرنامج جديد حيستمر لمدة 3 سنوات قادمة اعتبرها من العام المالي القادم وهو انه حيبقى عندنا برنامج وده تم التوافق فيه مع مجالس التصدير والغرف التجارية حيبقى لمدة 3 سنوات بضوابط محددة سبتة ويمكن حطينا اول عام منه للعام 23-24 ما يقرب من او 30 مليار جنيه دعم صدرات على الرغم من الازمة الكبيرة جدا اللي العالم كله بيمر فيها واللي حضركم عارفين بالتأكيد مصر النهارده وكل تركزنا على ترشيد الانفاق وان احنا ازاي نحافظ على انضباط الموازنة ولكن كان التأكيد ان قضية دعم الصدرات وزيادة صدراتنا دي قضية امن قومي وقضية استمرار للدولة المصرية فعشان كده رفعنا قيمة دعم الصدرات للعام المالي القادم اللي هو يعتبر اول واحد من التلات سنين اللي كلمنا عليهم الى ما يقرب من 30 مليار بالمقارنة ان السنة دي اللي كان مخصص 8 مليار بس فعشان نعرف احنا قد ايه بنتحرك في هذا الملف ولكن الاهم ان اعتبارا من واحد سبعة هتبقى المنظومة الخاصة بدعم الصدرات من خلال صندوق تنمية ودعم الصدرات هتبقى منظومة مميكنة بالكامل بمعنى ودي كان دايما شكاوى للمصدرين ان احنا بنقدم الورق وبنقعد في ما يقرب من سنة اعبال ما يتصرف لنا او الامور يعني تقر وتتصرف لا احنا النهارده اللي احنا بنقوله من وقت ما بيقدم الورق بحد اقصى وانا بقولها بحد اقصى ثلاث شهور ويكون الفلوس مسددة بالكامل للمستثمر والمصنع وبالتالي يقدر يستفيد من هذه الموارد في خلال العام المالي اللي هو بيشتغل فيه وتبقى دخلة في موازناته وحساباته لان ده شيء مهم جدا في خلال الفترة الجاي عشان ندعم الحقيقة الصدرات وده جزء مهم انا بأكد عليه في مجال الصناعة النهارده احنا بنتحرك فيه بقوة ولكن الحقيقة ايضا في هذا المجال احنا عندنا مجال اخر مهم جدا وهو قطاع الزراعة والحقيقة قطاع الزراعة الدولة المصرية النهارده من خلال مشروعات التوسع والافقي في مشروعات الاستصلاح احنا بنتحرك فيها بصورة كبيرة جدا ولكن في نفس الوقت كان كل حرصنا عشان نبدأ نشجع ونحفز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية ابتدنا نتكلم على موضوع الزراعات التعقدية وان احنا نلتزم كدولة بارقام محددة ويمكن اخر شيء مهم جدا ان انا حابب اقوله هو اللي حضركم اكيد تبعتوه برفع يعني حافز توريد الاردب من الامح من 1250 اللي كان مقر الى 1500 جنيه احنا النهارده فقط الدولة المصرية مخصصة 45 مليار جنيه لعملية توريد الامح المحلي انا مش بكلم على استراد الامح الخارجي لكن فقط من الامح المحلي وانا عايز اقول بس رقم عشان كلنا نشعر به الرفع اللي من 1250 ل 1500 يعني زيادة 250 على الاردب دي يبقى على الطن 1675 جنيه زودناهم للفلاح طب الكلام ده حيحملنا كدولة قد ايه لو انا بتكلم على ان انا بستهدف ان انا اخذ من الفلاحين حوالي 4 مليون طن ده الواحده 6 و 7 من 10 مليار جنيه زيادة دي ما كانتش موجودة في الموازنة ولكن احنا كحرص لتشجيع الفلاح المصري على ان هو يورد للدولة وكل اللي احنا بنقوله ان احنا عايزين دايما يبقى عندنا الحافز اللي يخلي الفلاح المصري يكسب من المحاصيل بتاعته ويبقى دايما بيبقى عنده فكرة انه يورد للدولة طالما انها شايف ان هو سعر مجزي عشان كده احنا رفعنا بالمقدار الكبير ده انا اذكر حضراتكم ان السنة اللي فاتت بس في الموسم اللي فات احنا كنا باديين بـ 810 الاردب لو حضراتكم تتذكروا عملنا يا دوبا كحافز ساعتها حاجة و 60 جنيه لكن وصلنا النهاردة الى 1500 جنيه فقط في فرق عام واحد وده كله علشان فعلا ندعم الفلاح المصري شيء مهم جدا ولازم ناخد بنا منه في نفس الوقت اللي انا برفع كل ده للفلاح نفس الفلاح ده هو اللي بياخد الخبز المدعم يعني انا بكسبه بايده الرقم ده كله لكن في نفس الوقت احنا كدولة ما زودناش سعر رغيف الخبز معنى كده ان كل ده الدولة بتعمل ايه الدولة هي اللي عمالها تتحمله ده شيء مهم جدا لازم نبقى واخدين بنا منه الدولة المصرية والحكومة بتعمل ايه علشان انها تدعم القطاعات الانتاجية وتشيل عبء كبير جدا في هذه المرحلة وانا بقولها وبمنتهى الوضوح ما فيش حكومات تانية بتتحمل هذه الاعباء بهذا الحجم في ظروف دولة زي مصر يعني انا ارجو حضراتكم نتابع كل اللي بيحصل في العالم كله ونشوف حتى التظاهرات اللي بتطلع والمظاهرات واعتراضات المواطنين في دول متقدمة وغنية على ان الحكومات بتاعتهم بترفض انها تعمل اي اجراءات من شأنها منجرد انها يعني تستوعب الزيادات اللي بتحسن كله بيتحمل على المواطن في الآخر استكمالا للمبادرات اللي احنا بنعملها طبعا قطاع السياح الحقيقة قطاع مهم جدا واحنا يمكن من جلوسي مع رجال السياحة والحمد لله السياحة المصرية بتحقق في هذه الفترة ويا رب تستمر تفارات كبيرة فكان هناك رغبة منهم ان احنا نضيف قطاع السياحة للمبادرة اللي اتعملت باللي هي سعر الفايدة 11% للقطاعات الانتاجية اللي احنا عملينها لقطاع الصناعة والزراعة ودول الحقيقة اللي هما كانت قيمتهم حوالي 150 مليار نتذكر وقلنا هنبقى بنحمله على المصنع والمنتج الزراعي في المشروعات بتاعتهم 11% والدولة تشيل باقي سعر الفايدة فاحنا دخلنا ايضا قطاع السياحة بما قيمته حوالي 10 مليار جنيه عشان يدخل في نفس المنظومة مع طبعا بعض الضوابط ان اللي حيستفيد من هذه المبادرة الجديدة يبقى الجزء الاكبر من دخله الدولاري يدخل جوه البنوك المصرية وده اللي احنا الحقيقة بالاتفاق مع يعني رجال السياحة حيبقى مرتبط انه يستفيد من هذه المبادرة المدعومة بصورة كبيرة جدا ان الدخل الاكبر والاعظم من السياحة يبقى بيتحول مباشرة للبنوك المصرية علشان يبقى بنستفيد من هذه الموارد المهمة جدا انا بس حبيت اقول هذه النقاط عشان كلنا نبقى شايفين احنا بنتحرك ازاي علشان دعم القطاعات المختلفة لكن الدولة المصرية ايضا واحنا حيبوا منازبة وجودنا في هذا الموقع الجميل لدائما الواحد لما بيزور هذه المشروعات بيبقى دائما عنده يعني التفاؤل بحجم الانجاز للدولة المصرية بتعمله احنا النهاردة في موقع مدينة العبور الجديدة يعني هذا الموقع الحياة المدينة دي كلها يعني منذ بضع سنوات اقل من اربع سنوات هذه المدينة لم تكن موجودة النهاردة بنتكلم على اتنين وتمانين الف وحدة تقريبا خلص يعني اكتر من نصهم وحيتسلموا في خلال الفترة دي والنص التاني في خلال شهور بسيطة جدا هنا في نمازج مختلفة لكل المستويات بدءا من اسكان بديل للمناطق الخطرة الغير امنة الاسكان الاجتماعي المحدود الدخل والشباب واسكان كمان الاسر المتوسطة اللي هو سكن مصر بكل الخدمات واحنا يمكن انا تعمدت ان احنا نشوف مع بعض الخدمات قبل ما ندخل وحدات الاسكان لان هو ده الاهم المواطن مش هيدخل او مش هيجي يسكن غير لما يتطمن ان الخدمات كلها تبقى موجودة لكن الحقيقة مش فقط الاسكان اللي احنا الحمد لله الدولة المصرية عملت فيه شغل كبير جدا لازم كلنا نشعر بمدى يعني ونبقى سعداء بحجم الانجاز اللي اتعمل في كل مشروعات البنية الاساسية النهاردة شبكة الطرق اللي موجودة واكيد حضراتكم احنا اتحركنا كلنا وجينا النهاردة لهذا الموقع في فترة زمنية وجيزة جدا انا عايز اقول بس من اربع سنين او خمس سنين كنا عشان نوصل لهذا الموقع ممكن ناخد ضعف او ثلاث اضعاف المدة كل ده كلفة كل ده كلفة كانت بيبقى المواطن المصري بيتحملها تكلفة في الحرق البنزين والوقود وتلوس وغير كده وهو الاهم ضياع للوقت وضياع للصحة لما بعد انا اخد بدل ما اجي هنا في ساعة لربع اجي في ثلاث ساعات ما انا باجي منهك يبقى ازاي ممكن ان انا اشتغل وانتج لكن النهاردة مع الحمد لله اللي اتعمل النهاردة في البلد وهذه الشبكة العظيمة من مشروعات الطرق اعتقد النهاردة بقت الدولة واضح تماما ان احنا كمصريين كلنا بنشعر باهمية وقيمة هذه الشبكات الحقيقة انا عايز اتكلم في موضوعات مهمة جدا وهو الشأن الاقتصادي واخرج شوية برا الحياة الزيارة الميدانية لان يمكن اكيد حضراتكم بتتبعوا على مدار الفترات السابقة العديد من التقارير المؤسسات الدولية اللي بتتكلم على الازمة الاقتصادية العالمية وخطورة تأدعيات هذه الازمة على مصر وابتدت العديد من المؤسسات بتتساءل عن مدى قدرة مصر على سداد الالتزامات المالية الدولية اللي عليها وابتدوا يشككوا في قدرة الدولة وهل الدولة المصرية هتكون قادرة على الالتزام باللقصات اللي عليها اللي هتبقى في عام 23 وفي عام 24 ولا لأ وابتدى بناءا على هذا الكلام يتعامل نوع من التقييم للدولة المصرية وخليني هنا انتهز الفرصة وأكد الدولة المصرية لم تخفق ولن تخفق في سداد اي التزامات دولية عليها دي سوابت في السياسة المصرية وفي العقيدة بتاعتنا كدولة وتوجيه من القيادة السياسية مصر بتحتلم التزاماتها بالكامل وبالتالي أنا بأكد مصر لم ولن تخفق في سداد اي التزامات عليها والحمد لله حتى هذه اللحظة لم نتأخر في سداد اي التزام كان موجود علينا الكلام اللي اتقال ده من المؤسسات دي اتقال أول ما حصلت الازمة الروسية قال مصر مش هتعدي عام 22 إلا وتخفق عدناها اتقال حيجي شهر فبراير مصر عليها سداد 3.5 مليار دولار ومش هتقدر تسددهم تسددوا وأنا بأكد لحضراتكم وإحنا موجودين النهاردة مصر إن شاء الله قادرة إنها تسدد كل التزاماتها دي رسالة عشان تبقى طمقنة لنا كلنا نبقى عارفين الموقف إيه والكلام ده بيتم مش مجرد كلام فيه تنسيقات كاملة يومية بتحصل مع البنك المركزي الحكومة والبنك المركزي النهاردة إحنا بنشتغل كل يوم مع بعض السيد المحافز نفسه بيجي بيقعد معايا في الإسبوع الواحد أكتر من مرة مش شرط إن إحنا بنظهر هذا الكلام إعلاميا لأن أحيانا معلش أنا خلينا أقولها كده بمنتشفة فيها لو بان المنظر إن وزير رئيس الوزراء قاعد مع المحافز بس ده حيبقى فيه تعويم أصلا حيبقى فيه تغيير لسعر العملة الكلام ده الكلام ده يا جماعة ليه ضوابط وليه سياسة للدولة الدولة بتحطها وبتشتغل عليها بناء على هذا الكلام فيه تنصيق كامل فيه التزام كامل بسداد التزاماتنا والدولة المصرية إن شاء الله لن تخفق فيه سداد الالتزامات اللي عليها وخلينا أتكلم بمنتهى الوضوح التقارير بتتكلم على إيه بتتكلم إن الدولة المصرية غير قادرة على الالتزام ودي أنا قلتها لإن عندنا خطة واضحة وعارفين كويس التزاماتنا إيه وإزاي إن إحنا نوفر لها الموارد بتاعتها لكن بيكلموا على تباطئ عملية الطروحات والبيع الأصول وإن الدولة مش عايزة تتخارج بالسرعة اللي هي مطلوب إنها تعمل هذا الكلام وخلينا هنا أكد على حاجات مهمة جدا إحنا لما أعلننا برنامج الطروحات أنا كنت حريص بمنتهى الوضوح إن أنا أكد إن هذا البرنامج برنامج حيستغرق سنة اعتبارا من مارس إبريل اللي إحنا فيه حنقعد سنة لغاية الربعة الأول من العام القادم وقلنا إن هذا الهدف إن إحنا بنستهدف من خلال وأنا قلتها أول ست شهور يبقى فيه 25% على الأقل من هذه المستهدفات تحقق النهارده أنا أكد لحرككم إحنا شغالين وفيه النهارده منظومة كاملة وعايزة أوضحها بمنتهى الوضوح السندوق السيادي المصري هو مسؤول وبيدير هذه المنظومة وبيتفاوض مع كل الجهات الاستثمارية المختلفة لهذا الموضوع البنك المركزي المصري بيبدأ النهارده بيحضر مجموعة البنوك اللي تم الإعلان إنها هتبدأ إنها تنزل في الطروحات لإن ده اقطع البنوك وهو اللي مسؤول عن هذا الموضوع ولكن كمان علشان أنا متعارف وعارفين كويس جدا حجم الإجراءات الإدارية والخطوات البيرقراطية وتعدد جهات الولاية اللي بتبقى مالكة لهذه الشركات إحنا بأنشأت وحدة داخل مجلس الوزراء هتبقى معنية بالكامل فقط للتفرق لكل تيسير إجراءات عملية الطروحات وهناك مستشار لرئيس الوزراء حيبقى متفرغ بالكامل وحيتم تعيينه عشان يبقى هو متولي تزليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات ومساعدة الجهات اللي احنا بنقول عليها بتشتغل على هذا الموضوع هناك النهاردة تم إعداد يعني مسودة لعقد اللي حنبقى من خلاله يتم تعيين استشاري دولي يساعد الحكومة المصرية في عملية الطروحات مع بنوك الاستثمار العالمية اللي هتشتغل معانا في خطة واضحة بالكامل بالتفصيل محطوطة وبنتحرك عليها وخلينا أكد احنا مستهدفين قبل نهاية يونيو يعني قبل نهاية شهرين من النهاردة ان يكون تم تحقيق يعني تم عمل عمليات بالفعل وإنجاز ما يعادل على الأقل اتنين مليار دولار من خطة الطروحات اللي احنا كنا حطينا دي من خلال شركات محددة احنا النهاردة بالفعل جاري التفاوض وإنهاء التفاوض عليها خدوا بالحضراتكم الحاجات دي بيبقى مش صح ان احنا نعلن ان احنا جاري حاليا ان احنا بنتفاوض على الشركة الفلانية والشركة الفلانية لازم الكلام ده يتعامل بنوع من التحوط والسرية عشان نحقق حاجة مهمة جدا احسن حاجة للدولة المصرية واحيانا لما بيبقى بيطلع كده اخبار خاطئة عن تسريب اخبار ان ده دولة نوية تطرح حاجات معينة ايه اللي بيحصل بتلاقي ساهم هذه الشركة ينزل في الارض فاحنا عشان كده لان بس بنلاقي ناس بتقول وانتوا ليه ما بتعلنوش الخطة بمثال وضوح يا جماعة ماهو ده لازم نبقى واخدين بنا احنا هنا بنتكلم على اصول الدولة المصرية وان الدولة المصرية احنا كل دورنا ومسؤوليتنا كحكومة ان احنا نعظم الاستفادة من هذه الاصول وان احنا نجيب ليها اكبر عائد وبالتالي بنتحرى كل قدر جهدنا وقدر اجتهدنا اقصى درجات يعني الحرافية علشان نحقق اللي احنا عايزين لكن انا بأكد احنا ماشيين في هذا البرنامج بقوة وبنعلنه والدولة لن تتراجع عنه بالعكس هناك شركات اكبر النهاردة وعدد اكبر بيتم النهاردة ادخالها في هذا البرنامج انا عايز ادي على سبيل المثال فقط ان احنا كنا اعلن ان فيه شركتين تبعين لقوات المسلحة وطنية وصافية حاليا القوات المسلحة ادت لنا عدد اكبر بكثير من الشركات النهاردة بيتم تجهزها للطرح عدد اكبر بكثير النهاردة بنتكلم على اكتر من عشر شركات النهاردة اخرى غير الاتنين دول بنيجهزهم النهاردة علشان يبقوا جهزين ايضا لعملية الطرحات انا حبيت بس ان احنا نأكد هذا الكلام لنا كلنا كمصريين عشان نبقى عارفين الدولة المصرية بتتحرك ازاي وعايز انهي بنقطة مهمة جدا برضو بتذكر وهي فكرة تمكين القطاع الخاص ومزحمة الدولة للقطاع الخاص وان الدولة هل فعلا جدا انها تتيح المجال لقطاع الخاص ولا لا القطاع الخاص المصري قطاع وطني والدولة المصرية في الظروف الطبيعية طول عمرها كانت بتعتمد على القطاع الخاص في قيادة الاقتصاد والكلام ده كان موجود والغاية الظروف اللي مرت في مصر من اول 2011 وخلينا نتكلم بمنتهى الوضوح هو ده كان المشكلة النقطة الفارقة لان طبيعي اي اقطاع خاص مع اضطرابات سياسية مع ازمات بتبقى موجودة بيبقى هناك احجام عن التوسع او دخول بقوة في دولة النهاردة محتاجة كل سنة مليون فرصة عمل جديدة فالطبيعي كان اي اقطاع خاص سواء الخارجي او الداخلي انه يبقى بيبطئ من خطواته مش عايز اقول يحكم عن مزيد من الاستثمارات والتوسع في دولة الاوضاع فيها مش مستقر احنا وصلنا وانا عايز بس اتوقف هنا عند نقطة مهمة جدا 2013 وبداية 2014 كانت نسبة البطالة في مصر تجاوزة التلتاشر في المياه لو دولة كانت استمرت بنفس الطريقة دي من غير ما انها هي اللي تدخل بقوة في استثمارات عامة وفي مشروعات عشان تشغل شبابها احنا كان الرقم ده تجاوز العشرين في المياه النهاردة طيب كيف كان سيكون حالة دولة المصرية لو نسبة البطالة فوق العشرين في المياه الهدف الرئيسي من هذه المشروعات والبنية الاساسية اللي تعملت غير انها بنية كانت مطلوبة لاربعين سنة فاتت ما تعملتش لكن ايضا انها وفرت ملايين من فرص العمل للشباب اللي خلانا النهاردة واحنا في عز الازمة العالمية اخر ارقام البطالة سبعة واثنين من عشر ولازم نبقى واخدين من هذا الموضوع الدولة لما دخلت الدولة دخلت علشان تعيد عجلة الاقتصاد مرة واخرى وعايز اقولها لحضراتكم يعني الرئيس الامريكي من شهر في خطاب حالة الاتحاد اعلن ان الحكومة الامريكية ستتوسع في المرحلة القادمة في استثماراتها العامة نتيجة لتباطق الاقتصاد وحتركز على قطاعات اللي القطاع الخاص مش هيقدر ان هو اشتغل فيها ده اللي عملته الدولة المصرية من 2014 2015 عشان نوقف البلد على رجلها طيب النهاردة احنا عملنا بنية اساسية كبيرة وجاهزين النهاردة ومشروعات ضخمة والدولة النهاردة بتقولها وبصراحة وبوضوح القطاع الخاص اتفضل وادخل معنا خد شراكات وخد استحوذ على هذه المشروعات واشتغل فيها والاهم المشروعات الجديدة كلها في القطاعات اللي اتظهرت في وثيقة سياسة الملكية الدولة المصرية بتقول القطاع الخاص اتفضل واشتغل فيها بالكامل ما زال هناك ولازم نعترف مشاكل كثيرة في عملية الإجراءات والكلام ده كله وحدة حل مشاكل المستثمرين النهاردة بنتحرك كل اسبوع ويمكن هذا الاسبوع مع كل الجهات سرعة الإنجاز انا عايز اقول لحضراتكم التلات مصانع اللي احنا زورناهم النهاردة عدد منهم كان عنده مشاكل وكان واقف والحمد لله الولى الحل اللي احنا عملناه النهاردة بيتكلموا على ان في خلال سنة من النهاردة هيبقى عندهم اكبر مصنع في العالم في العالم موجود في مدينة العاشر وحيبقى صناعة السيارات في العالم كله معتمدة على الصناعة دي هنا في مصر النهاردة كانوا بيتكلموا على الأرض اللي عشان يعملوا المصنع على طول بكرة بيستلموها علشان يقدر ان هو يشغل المصنع على النصف الأول من العام القادم هو ده اللي احنا بنتحرك فيه كلنا نحل ما نعودش في المكاتب ما نستناش لا بنقعد مع الناس وبنسمع للناس النهاردة تفعيل موضوع الرخصة الزهبية احنا النهاردة طلعنا 13 رخصة لكن هناك 45 طلب من شركات أخرى بنخلصه وحيطلعه في خلال الأيام الجاية وحنفضل نتوسع فيه قرار خدناه ان هناك تايما هناك شكاوي ان بعض الموافقات بتاخد وقت طويل سواء من جهات موجودة في الدولة أو أي مؤسسات النهاردة بالاتفاق مع كل هذه الجهات لن تستغرق موافقتهم أكتر من إسبوع طب بعد الإسبوع ما تمش الرد هي موافقة الكلام ده حيسري حتى على الإجراءات مش فقط إنشاء مشروعات لو بيحصل استحواز أو دمج ما بين شركات في حاجات معينة بنفس الطريقة ليها مدى زمني اللي هو الإسبوع ما تمش الرد فيه هو موافقة ونتحرك فيها أنا حابب بس أن أنا أنهي الكلام وإذا كنت أنا آسف أننا طولنا على حضراتكم ولكن هي فرصة أننا بنتكلم بعد شهر رمضان أرجو أن احنا نقف كلنا كمصريين وننظر إلى ما يحدث حولنا ونحمد الله على نعمة الاستقرار والأمن اللي احنا موجودين فيها وعايز هنا أقف وأحيي قوتنا المسلحة هذه الدولة ربنا منعم عليها بالاستقرار والأمن بسبب هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية اللي ما عندهاش أي مصلحة ولا أي أهواء ولا أي انتماءات إلا للوطن واعتقد لو بصينا برضو حوالينا من غير ذكر أي أسماء بنشوف مدى إن نتيجة لأن قوة هذه المؤسسة في مصر وقدرتها إنها تحفظ أمن هذه الدولة الحمد لله مصر بتتجنب طرابات شديدة كانت ممكن تبقى نموذج إحنا تبقى عندنا وأصعب بكتير في دولة فيها 100 مليون وأكتر فإحنا كلنا النهاردة لازم نبقى واخدين بنا ولازم نبقى متيقذين تماما كمصريين إن أي نوع من إحنا كلنا بنقبل ومستوعبين أي نوع من النقد بغرض البناء ولكن التشكيك في الدولة ومؤسسات الدولة لازم إن إحنا كلنا نتوقف عنده ونبدأ إن نتوقف ونقول هو إيه الغرض من هذا الموضوع في ظروف حضراتكم تاني بصوا ما بقناش بنتكلم على المحيط الملاصق بصوا كمان على الدايرة الأكبر ونبدأ كده نبص العالم إيه اللي بيحصل فيه فده شيء مهم جدا أنا حابب إن إحنا نأكد عليه وإن إحنا كدولة وأنا بطلب من كل المصريين إن إحنا لفترة الجاية يبقى كل تركيزنا على بناء الدولة المصرية والعمل 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 ده الشيء الوحيد اللي حيخرجنا من هذه الأزمة العالمية الكبيرة إحنا دولة كبيرة وبتجبر كل سنة بعدد سكان ضخم إحنا قيادات أوروبا بتزور مصر ولسه كان من أيام قليلة المستشار النمساوي والحديث السنائي معاه بيكلم على مشاكل بيواجهوها بنفس نوعية المشاكل اللي إحنا بنواجهها في مصر في دول في أوروبا أنا أسف أقولها بقى لها 30 سنة ما زادوش شخص واحد في عدد السكان يعني ما فيش أي ضغط على الحكومات إنه هو يقدر كل يوم مطلوب منه ينشئ مدارس جديدة ووحدات إسكان جديدة ومستشفيات جديدة ويوفر أكل وفرص عمل لملايين اللي بيخرجوا كل سنة زي مصر ده عندهم الموضوع سابت بقى لهم 20-30 سنة وبيتناقص وبيشتكوا من التناقص ومع ذلك عندهم نفس التحديات والمشاكل اللي بتواجه الدول الأخرى زيها زي مصر فأنا حابب إن أنا أقول إن إحنا كلنا كمصريين لازم نبقى واخدين نص بأعيننا هدفنا كلنا استقرار هذا البلد وسلامته واستمرار نموه لأن عملية التنمية شيء مهم جدا إحنا النهاردة الموازنة الجديدة اللي إحنا عملينها مضطرين إن إحنا وقلناها موازنة بتتجه أكثر لموضوع الحماية الاجتماعية وبالتالي معناها إن إحنا بنبطئ بصورة معينة من عجلة ودوران وسرعة المشروعات اللي كنا بننفذها وأنا بقولها إحنا مش مفسوطين من كده لأن المشروعات الدولة دي محتاجة قد المشروعات اللي بتتعمل عشر مرات عشان نقدر نبني دولة حقيقية ولكن الظروف النهاردة هي اللي خلتنا النهاردة نتيجة لإن الأمح مضطر إن أنا زوده عشان أدعم المنتجات البترولية اللي بقت النهاردة أسعارها بصورة كبيرة التموين اللي بقت الأسعار الموجود ما هو لازم النهاردة أخصص بنود أكبر لهذا البرنامج عشان نقدر نعمله أنا حاختم بس برقم مهم جدا وهو الخاص بموضوع التأمينات الاجتماعية والمعاشات حضراتكم تتذكروا هذه الحكومة تصدت للأزمة اللي كانت بقالها تلاتين سنة فيما يخص موضوع فلوس المعاشات والفلوس راح يتفقينه وكلام ده كله الدولة المصرية في خمسة واربعين شهر منذ وخدنا قرار حل الأزمة وفرنا لهيئة التأمينات الاجتماعية ستمية تلاتة وخمسين مليار جنيه في خمسة واربعين شهر السنة الجاية محطوط في الموازنة ميتين واثنين مليار للتأمينات والمعاشات السنة دي كان مئة وتسعين احنا كل سنة بنزود ستة في المية عن السنة اللي قبلها يعني رقم بيتزايد وكل ده عشان نقدر ان احنا نحمي النهاردة اكتر من عشرة مليون ونصف أسرة أربابها يعني في المعاش عشان نوفر لهم المعاشات وده اللي مكن هيئة التأمينات ان مع كل الزيادات اللي عاملين نعملها في الأجور والمرتبات هي كمان تزود معاشات ومزودناش مرة واحدة في السنة دي احنا زودنا مرتين وثلاثة لولا الاجراءات دي ما كانش حيب عندنا قدرة ان احنا كدولة نعمل هذا البرنامج المهم ونمكن أصحاب المعاشات أيضا ان هم ياخدوا الزيادات اللي الدولة النهاردة انها بتحطها في وقت دول أخرى بتحصل فيها اضطرابات لأن الحكومة قررت انها عشان تجيب مورد إضافي للمعاشات تزود سن التقاعد والدولة لغاية دلوقتي العملية حضركم أكيد متابعين ما زال هناك العديد من المشاكل والاضطرابات كل ده الدولة المصرية بتعمله عشان أبنائها وبنتحرك فيه بمنتهى القوة بقدر إمكانيات هذه الدولة وفوق إمكانياتها وأنا بأكد بهذا الموضوع كل سنة وحضراتكم طيبين وبشكر حضراتكم جدا وآسف إذا كنت قطلت عليكم ولكن أعتقد كان مهم جدا بعد شهر رمضان إن احنا نشرح لحضراتكم كل هذه النقاط وشكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة